الشخصية اللي بيلعبها ليوناردو ديكابريو في فيلم دونت لوك اب اسمها دكتور راندل مندي ما صدقنا خلصنا من واحد من منديهات الكورة طلع لنا مندي في السينما عشان تبقوا تصدقوني لما قلوكم ان دي مؤمرة خليكم سكتين كده لغاية لما تلاقوا مندي جوا بيت كل واحد فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو دونت لوك اب فيلم دونت لوك اب يعد اهم رهان من رهانات نتفلكس السنة دي بدليل انه كان بيتصدر كوكبة افلامهم لما قدموها في بداية السنة وطبعا بيكتسب اهمية كبيرة بسبب فريق البطولة فيه وانه الفيلم الجديد لادم ماكاي اللي قدم لنا مؤخرا فيلم دا بيك شورت وفيلم فيس واصبح من صناع الافلام المهمين اللي الناس بتستنى اعمالهم ما بالكم بقى لما العمل الجديد دا يكون من بطولة ليوناردو ديكابريو واحداثنا بتبدأ مع باحثة اسمها كيت دي بياسكي وهي بتكتشف مذنب عملاق وده الخبر الحلو الخبر الوحش بقى بيلاقيه استاذها راندل مندي وهو ان المذنب دا خلال ست شهور حيرتطم بالارض وبناء على حجمه فالحدث دا حينهي الحياة على الكرة الارضية بالكامل لذلك كيت ودكتور راندل بياخدوا الخبر دا وبيتجهوا بيه للبيت الابيض عشان يتقابلوا بحالة من حالات اللامبالاة ولما بيقرروا ياخدوا الخبر دا للعالم بشكل عام بيلقوا ان الوضع ما بيختلفش كتير لان الحياة المجنونة المرتكز على السوشال ميديا اللي احنا عايشينها مبتدناش فرصة ان احنا نبص الفوق عشان نشوف حياتنا وهي بتنتهي فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا فيلم خيالي واقعي هزلي شق الخيال هو المذنب المتجه للارض واللي حيفنيها بالكامل وده ممكن ناس تختلف معايا في انه خيال بالكامل يعني شق الواقع هو الحياة اللي احنا عايشينها النهاردة والمختلطة بشكل كامل بشق الهزل فيلمنا فيلم كوميدي في المقام الاول بيقدم عدد كبير جدا من الشخصيات الكارتونية شخصيات حكومية شخصيات مسؤولة شخصيات من المشاهير شخصيات من الاعلام حتى بطلنا فيهم قدر معقول من الصفات الكارتونية ولكن كل ده لا يمكن فصله عن الواقع ما هي دي الحياة اللي احنا عايشينها النهاردة يا جماعة كل ما الفيلم يبالغ اكتر في بعض التفاصيل السخيفة اللي تخص بعض الشخصيات بشوف المقابل بتاعها في حياتنا اليومية وبكتشف ان السخافات دي مش مبالغ فيها ولا حاجة حتى الاحداث اللي بتسبب تقلبات في مواقف الشخصيات دي احنا عمليا مرينا بيها على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا بس كل اللي الفيلم عمله هو انه رص الصفات دي والقرارات دي في الطريق لنهاية الحياة ولو العنصر الخيالي الوحيد جدلا في القصة بتاعتنا تحول في يوم من الايام لحقيقة يبقى هو ده الطريق اللي احنا هنمشيه والفيلم في طريقة التناول بتاعته ما بيقدم لناش رشدة ما بيقدمش رسالة سواء بشكل مباشر او غير مباشر ودي الطبيعة المميزة دائما للعنصر الاسود في الكوميديا كل اللي بيحصل هو تقديم انعكاس للحقيقة هو ده الواقع بتاعنا احنا نفسنا بعض الشخصيات اللي موجودة جوه الفيلم واللي بنعمله كل يوم يعد خطوات في نفس الطريق المشؤوم خلطة غريبة بتخلي المشاهد يشعر بالخجل وفي نفس الوقت ما يقدرش يمسك نفسه من انه يضحك وان كان نقطة الدحك دي هي العنصر السلبي الرئيسي في الفيلم لاني اعتقد ان كتير من المواقف اللي احنا عدينا عليها كانت بتراهن على ضحكة اكتر شوية من كده في دونت لوك اب ادم مكاي بيستعير شوية من صورته اللي سبقت فيلم ده بيك شورت اه عندنا ذكاء نسبي في تصميم المواقف بس طريق التبادل الحوار ما بين الشخصيات بتنتمي اكتر في عالم انكرمان وستيب برودرز متفهمونيش غلط انا كنت بموت في الافلام دي بس دي افلام كانت مخلصة لطبيعتها طبيعة كوميدي هزلية بالكامل وكل المؤديين اللي فيها كانوا اساتدة في هذا المجال بس احنا دلوقتي موجودين في عالم جديد عالم الكوميديا الساخرة اللي فيه يقصد منها في الاساس النقد زي ما حصل في ده بيك شورت وزي ما حصل في فيس دول فيلمين كان فيهم نصيب كبير من الكوميديا وان كان متفاوت والمواقف الكوميديا اللي كنا بنمر بيها في الفيلمين كان برضو فيها قدر من المبالغات في التصميم بقصد الكوميديا لكن التبادلات الحوارية كانت منطقية أكتر وللمفاجأة كانت في بعض الأحيان بتضحك أكتر مش عايز ألقي الانتقاط ده بشكل عام لكل المحاولات الكوميدية اللي في الفيلم كتير منها كان موفق وأصاب النغمة الصحيحة كل ما هو متعلق بكواليس الدوائر السياسية بالتحديد مظنش أنه كان ممكن يبقى أفضل من كده دوائر الإعلام بقى أظن أنها كانت ممكن تبقى أحسن من كده بكتير كذلك طريقة التناول بتاعة حياة المشاهير واهتمام الناس بيهم والشق الأهم وهو طبيعة الناس نفسها معتقدش برضو نتم تناولها بشكل جيد لو حضراتكم شفتوا التريلر بتاعة الفيلم وحسيتوا أن انتوا شفتوا الفيلم كله تبقوا غلطانين أه الحبكة هي هي ما بتتغيرش بس المواقف النمطية اللي ظهرت في التريلر بتتغير بتمر بعدد كبير من التقلبات تقلبات بتطول الجميع حتى أبطالنا نفسهم لذلك الفيلم يتميز بأن ما فيهوش دور صغير بالمعنى المتوقع اللي هو المعنى بتاع ضيوف الشرف يعني كل الأسماء الكبيرة اللي موجودة في الفيلم عندهم أدوار معقولة وعندهم زمن مقبول على الشاشة ولكن طبعا تظل البطولة الرئيسية لليوناردو ديكابريو والجينيفر لورنس والإتنين كانوا كويسين جدا مع تفوق ملحوظ لديكابريو لأنه بيقدم دور يعتبر نسبيا غريب عليه زي ما قلت في البداية شخصيته فيها بعض الأبعاد الكرتونية تصرفات كتير بتهدف للكوميديا في المقام الأول والكوميديا ما هياش حاجة غريبة بالكامل على ديكابريو يمكن يكون قدمها بشكل واضح في The Wolf of Wall Street بس الصفات الهزلية هنا أكتر شوية والمواقف العبثية الخيالية اللي بيمر بيها بكل تأكيد أكتر يحسب لتصميم الشخصية والطريقة أداءه إن هي ما بتكرموش إطلاقا هي بتقدموك شخصية فيها قدر كبير من العيوب تفاصيل ضريفة كده بتقرب الشخصية أكتر لأرض الواقع وبتساهم في خلق مواقف كوميدية إضافية كل الحاجات دي موجودة في شخصية كيت اللي قدمتها جينيفر لورنس ولكن بدرجة أقل يعني مثلا الطبيعة الكوميدية الرئيسية اللي موجودة عندها هي الانفعال الزائد وده على مدار المواقف اللي مرينا بيها في الفيلم يعتبر مكرر في النص التاني من الأحداث بالتحديد لما كانت بتظهر على الشاشة كنت باعتبره وقت مهضر وده ممكن ما يكونش مشكلة فيها هي مشكلة في السيناريو في الأساس اللي حمل كل التفاصيل المطيرة للاهتمام على شخصية دكتور راندل من الشخصيات المسندة كتيرة قوي اللي موجودة في الفيلم الأكثر تمييزا في رأي الشخصي وبكل تأكيد هو مارك رايلانس اللي بيقدم دور رئيس شركة هواتف محمولة اللي بيعمل مؤتمر كل سنة بيخلي عيون العالم كله تتجهله اللي يعتبر المتبرع الأول لحملات الانتخاب لرئيسة أمريكا شخصية خيالية تماما عمرها ما كانت موجودة في العالم بتاعنا شخصيته في التريلر ممكن فعلا تبان كأنها ضيف شرف لكن جوه الأحداث هو مؤثر جدا وطريق التكسيد مارك رايلانس نفسها جمدة جدا يمكن يكون أكتر شخصية كرتونية في الفيلم كله ومع ذلك ربطه بالواقع من أسهل ما يمكن وأفضل المحاولات الحوارية الكوميدية لفي الفيلم كله عنده وكذلك لحظات الانفعال اللي مش بالضرورة كوميدية ميرل ستريب كيت بلونشات روب مورجان كويسين جدا جونا هيل كويس بس بمنتهى الأمانة أحبطني شوية عارفين المحاولات الكوميدية الحوارية لأنا عملا انتقدها دي أغلبها عنده هو اللي دوره نسبيا صغير فعلا هو تيموتي تشالامي وأغلب مشاهده مع جينيفر لورنس في الأوقات اللي أنا كنت مطفي منها فيها شوية فنيا عندنا عدد معقول وجيد من المشاهد الرمزية أو الفيلم كله على بعض ويعتبر رمز كبير قوي طريقة السرد بشكل عام سهلة وما فيهاش التعقيدات اللي كانت موجودة فيلم فيس وتقنيا الأمور مقبولة بدون أي إنجازات تذكر دونت لوك أب فيلم حلو جدا وممتع بكل تأكيد بل ممكن كمان يكون فيلم مهم وصادق وصادم بس أعتقد واضح جدا أنه ما كانش عند مستوى توقعاتي وهي توقعات عادلة جدا مبنية على المقاومات بتاعته مخرجه أبطاله موضوعه ميزانيته وحالة الترقب اللي نتفلكس بنتها حواليه كل دي أمور كانت تاعت بحاجة أفضل من كده تقييمي لفيلم دونت لوك أب هو سبعة ونص من عشرة ولما الفيلم يخلص استنوا فيه مشهد في نص تتر النهاية ومشهد تاني بعد تتر النهاية واللي كنين أجمد اللحظات الكوميدية اللي في الفيلم مناقشة الحلقة إيه هي الأفلام القادمة في أجندة نتفلكس اللي انتوا منتظرينها ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجليكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وإنستجرام وباي باي اشتركوا في القناة